سلام عليكم في الفيديو ده ان شاء الله هنعمل النيوستيليشن بتاع و الفيديو اللي فات انا كنت ذكرت ان كل فيديو في السلسلة دي هيكون حوالي 10 او 15 ديه غالباً ده مش هيحصل لان انا حتى وانا بحضر في الفيديو ده اكتشفت ان الفيديو هيكون طويل الانستيليشن نفسه بتاع فويد لينكس ده و الفيديو ده هيكون حصرياً للانستيليشن فقط الفيديو هيكون حوالي دي 2 او 4 ديه بلا مبلغة لانا الانستيليشن بتاعه بسيط هو نيكس 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 و اوكي اوكي و اوكي و خلص الموضوع على كده على عكس حاجة زي ارش لينكس الانستيليشن فيها منو علي نرى كماند كماند ونفتح فاينز ونكون فيجريشن وكلام ده كونه لكن الحقيقة الانستوليشن بتاع اي لينكس ديستريبيوشن بيقدم لنا فرصة جيدة ان احنا نتكلم عن بعض المفاهيم والكمبوننس اللي في لينكس اللي من المهم جدا ومن المفيد جدا انك تكون عارفة وبالتالي فانا مش هضيع الفرصة ضيبة ما ان احنا هنعدي على الكلام ده قريدي فده فرصة مناسبة للكلام عن المفاهيم دي طيب خلينا نبتدي مباشرة اول حاجة طبعا هنروح للويبسايت بتاع void linux.org ودي الهوم بيج طبعا هنا هتلاحظ بعض الحاجات المهمة عن void linux يعني الحاجات اللي بتميز void linux ممكن تقراها بشكل سريع هنرجع عن النقطة دي لحد ما بشيء من التفصيل لانها جزء من الانستوليشن لكن بشكل عام دي الحاجات اللي بتميز void linux عن الدستريبيوشن الثاني هتقدر تبص عليها لو انت عايز احنا مباشرة هنروح للدونلود لان احنا عايزين ندونلود الامج اللي هنعمل منها الانستوليشن طيب اول حاجة عندنا اربع بلاتفورمز ممكن يعني نعمل الانستوليشن ده على اي بلاتفورم من الاربع بلاتفورمز دي احنا طبعا في الديسكتوب مشينز اللي عندنا اغلبها هتكون اكس اتس اكستي فور بيت فده البلاتفورم اللي هنشتغل عليها ده اول حاجة الحاجة التانية هتلاحز ان اتعاملت الحاجة اسمها بيس وي XFCE ده ده ديسكتوب انفارومنت احد ديسكتوب انفارومنت فا FOID بتديك بس من غير اي حاجة وتديك option تانية ممكن تنزلها مع XFCE طبعا زي ما ذكرت احد بتاعتي ان الدستريبيوشن اللي بنزلها تكون بتديني الامكانية ان انا نزل بس البيس اميج لان انا مش عايز اي ديسكتوب انفارومنت ومش عايز تولز كتير انا اللي هننزل بعد كده لباكيجز و البروغرامز اللي انا عايزها بنفسي بمعنى لو حبيت بس يعني اديك فكرة عن اه يعني ايه تنزل ديسكتوب انفارومنت اكس اف سي اي فور اعتقد ده الفرج الموجود فالو انا هنزل اكس اف سي اي فانا الحقيقة بنزل كول الباكيجز دي وانا مش محتاج حاجة من دول يعني اتلاحظ مثلا ان هنا انا مش عايز تينز بيجي مع الترمينات انا مش عايز الترمينات بتاعدي انا هستخدم الستي وهكذا فانت عندك كمية كبيرة هنا من السوفوير من البروغرامز بتنزل مع ديسكتوب انفارومنت وانا مش محتاجة طبعا المSi بالمناسبة بيعتبر F도 garden couch مش مش كبير لكن مثلا هشوفا الكلام ده في القنام مسلا هتلاحز ان لا بالمعاكمية ضخمة من البروغرامز والباكيجز انا مش محتاج اي حاجة اللعين طلعين طلعين انا مش محتاج كل هي فديسكتوب انفارومنت زي ما قلتنام حاجة كبيرة ضخمة لو انت عايز الديسكتب، مفيش مشكلة أن ندرها ويشتعل عليها أو لو انت عايز عايز XFCE عايز تشوفه، سخدمها، مفيش مشكلة، لكن أنا مش محتاج هذا فأنا عايز الباس كامتر بحيث، في الباس كامتر هتلاحز أني لديك نوعين في عندك مدرها أسمى Live Image و في عندك مدرها سمى Root FS Ball أو Turbo دعينا عملت لهم تعالوج الاتنين هو هنا rootfs دعونا حتى rm rootfs انا قردني عامل للايف اميج اللي هي Void Live و Void من غير اللي هي rootfs اللي هي D و D نبتدي بrootfs و دي اللي انا مش هستخدمها في الانسوليشن. rootfs ببساطة شديدة جدا هو rootfs يعني معنى الاسلاش انا هنا شغل في المشين بتاعتي اللي هي السيستم بتاعي الrootfs الاركايف ده في الستركشور اللي قدامك ده ايه؟ ده rootfs ده السكيلوتون بتاع السيستم بتاعك بيجي بالديريكتوريز والتريز بتاعت الديريكتوريز بيجي معاش بيجي معاش وقت بايناريز لكن ما فوهوش base image ما فوهوش installed packages ما فوهوش حتى kernel ما فوهوش حاجة طيب بنعمل ايه باب ده؟ ده بيستخدم في advanced use case جوية يعني لو انا عايز اعمل أو نوع من الانسلاشن هيحتاج ان انا خلنا حتى نضرب مثال مباشرة نفطر ان انت عايز تعمل تاني معاك من هنا ده التليفون مش هارد ديسك مهم افطر ان انت معاك هارد ديسك وعايز ان استقل على هارد ديسك ده encrypted installation حتى هنا في documentation في هنا advanced installation في عندك use case مختلفة change root مش عارف ايه و ZFS طبعا قصة ZFS ده عشان بينزل على المهم الكيس الاسهل عشان تستوعبها تبع عارف احنا ليه بنسخدم حاجة زي root fs هي لو انت عايز تنزل أو عايز تعمل encrypted installation فهو هنا جايب لك الايه التفاصيل بتاع ده حاجة زي كده فاللي بيحصل انك بتتقنكت الهارد ديسك على system already i زي السيستم اللي قدامي ده انا عندي complete linux مش شرطه يبقى void طبعا يبقى أسهل شوية لو انت شغال حليف من void لكن الحياة مش شرط يكون void linux ممكن يبقى اي نسخة linux وبعد كده تستخدم وطولز الموجودة في السيستم بتاعك علشان تنستول السيستم الجديد على الهارد ديسك الجديد وطولز الموجودة في السيستم طبعا زي كيس مش طبعا هي دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن تستخدم فيها root fs بشكل ده حتى ممكن تستخدمها في حاجة مالهاش علاقة بالنسبة لانت ممكن على فكرة تعمل container image يعني احد اللاييرز الموجودة في الامج لو انت عايز تbuild container image from scratch بس ده طبعا اي خارج السياق اللي عنده ده فده الroot fs زي ما انت حتى تلاحظ ان size بتاعه صغير مقارنة size بتاع live image حتى خليني حتى اوارهو الكلام ده خليني حتى mv void x للroot fs خليني ربقش root fs xz-d الكلام ده انا عملت extraction للكلام ده ده هيطلع لي tar file tar xvf ادي extraction زي ما انت شايف لما عملت extract للroot fs ده طلع عندي الحاجات اللي هنا دي اللي هي بالضبط وشبه ال slash زي ما قلت لك الموضوع هو مجرد file system بعد كده تستخدمك هو base بتاعك بالcopy على ال desk وتبتدي تعمل installation منه ال live image لا مش كده ال live image فيها بس معها بقى حاجات تانية معها ال kernel ومعها ومعها ال bootloader ومعها ان ال image نفسها bootable وابتدي فاقدر اعمل لها burn on وانا حاطت ال usb هناك ايه لو انا معاق usb فانا هعمل الكلام ده على usb دلوقتي ان انا اكابي الكلام ده على usb وال usb كون bootable وابتدي ابوت منه وابتدي اعمل installation بالكامل من ال base image دي او من live image دي ده الموضوع باختصار انا طبع مش محتاج ال rootfs فانا هام مينوس عام ال Rs لانا بس سستخدم ال live image لانا احنا هنعمل ال solution من ال live image الوقت نجد دولة فده الفرق بين live image و rootfs نجد بقى الاخر حاجة اللي هي ال glipc والمuscle ده عبارة عن clibres ضمن الحاجات التميز بها Void إنها تقدم لك الموصل لأن أغلب الـ Linux Distribution تأتي مع جيلة بـ C. هي أشهر مستخدمة لـ C Library. ما هو موضوع C Library؟ لو أنت تكتب C Code مثلاً و C Code ده فيه تكتبه مثلاً Print F. Print F ليس C Code. ليس Pure C. هي C بس هي ليس جزء من C Language نفسها. هي External Library. وبالتالي فأنت عندما تكتب Print F وبعد ذلك تعمل Linking كجزء من الـ Compiling لكي تحضر الـ Binary فأنت تلوض في الـ Code الـ Header File و الـ Definition بتاع الـ Print F Function الـ Header File و الـ Definition بتاع الـ Print F Function موجودة في الـ Libraries أو الـ C Libraries. في الحالة لو نحن شغالين بالـ GLP C فدي موجودة في الـ GLP C أو الـ GLP C هي هي التي تقدم لنا الـ Library. كما قلت الـ GLP C أحد الـ Implementation بتاع الـ C Libraries في الـ Implementation ثانية من ضمنها المسل طبعا المسل الفرق بينها وبين الـ GNU أو الـ GLP C إنها يعني هتقول عليها الدزاين بتاعها أفضل شوية وأصغر وبالتالي فهي مور سيكيور وبتستخدم الـ Hardware بشكل يعني الـ Utilization بتاع الـ Hardware بتاعها بتكون أفضل شوية أه، حاجة تانية نسيت أقولها داك الـ C Library داك الـ C Library في الحاجات تانية للـ C Library للـ C Codes مثلا 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 لكن فيه كيس تانية أو فيه حاجة تانية بتقدمها لك الـ C Library محتاجة تتعامل مع الـ Hardware الـ Program لا تتعاملش مباشرة مع الـ Hardware في أغلب الأحيان الكرنل اللي بيعان كده فالـ Program سعيتنا بتشغف الـ User Space الكرنل بتشغف الـ Kernel Space أو الـ Kernel Land علشان نتعامل مع الـ Kernel ونطلب منه أنه يعملنا حاجة في الـ Hardware الكرنل بتدينا إنترفيس بيننا في الـ User Space وبين الكرنل الـ Interface دي هي System Calls فـ C Library بتدينا الـ Libraries اللي اللي احنا ممكن نستخدمها علشان نتعامل مع الـ System Calls اللي بعد كده بتروح لـ Kernel وتأكسكيوتي الكلام اللي احنا عايزين فزي ما واضح كده أن الموضوع الـ C Library من الحاجات المهمة ندعو لبر تاني أهم component في الـ System بتاعك بعد الكرنل فهي It's a big deal نرجع بقى للمصة زي ما قلتلك المصة اللي تعتبر Better Implementation عن الـ GDBC ولا عايز تاخد فكرة عن الموضوع خلال مثلا نروح لساكلس مش شرطة تتفق مع كل اللي بيقولوا ساكلس بس هم بيقدموا معلمات مهمة فانت ممكن تقرأ الكلام ده وتكون رأيك إنت بس على الأقل انت بأخد فكرة عن هم أصلا ايه كلام اللي بيكلموا فيه هتلاحظ فيه توك هتكيروز تحت هنا عنده في الهوم بيج بتاعه ساكلس Rocks Sox Rocks طبعا دي حاجة هم شايفين انها كويسة Sox دي حاجة هم شايفين انها وحشة لو رحت على Sox هتلاقي طبعا فيه عندك صفحتين مخصوصين للسيستم دي وللويب بشكل عام سيبك من ده دلوقتي هتلاقي اول حاجة Section Library اول حاجة موجودة فيه هي الجي لاب طبعا اعتراضهم عليه انها مش بس بتسابورت C ده فيها C++ وفيها حاجات تانية كتير فهي زي ما تلك هي تعتبر بلوت في نفس الوقت لو رحت عام Rocks هتلاقي من اول حاجات في الابري المسل فهوما مثلا زي ما عدتو ساكلس بيفضلوا انها المسل لانها اصغر شوية ومور افشين وبالتالي انت ممكن تتأقع ان انا هروح INS Tool لما هداونلود هداونلود المسل الحالة انا هداونلود GLBC لان GLBC بتديك ساپورت اكتر في أبليكيشن بفعش تشتغل مع المسل انا مثلا ديفينش ريزولف مثلا متأكد ان هو مش هشتغل مع المسل وبالتالي فانت لو اليو اس كيس بتاعتك بسيطة ومعندكش حاجات كتير شغلة في السيستم ومتأكد ان الابريكيشن بساعتك مش هرب عندها مشكلة ان ما فيه جيلة بسي فانت استخدم مسل لو انت بتنزل السيستم جديدة عشان تتعلم انصحك بانك مسل لكن انت عالش شغل حاجة في الابريكيشن وانت استخدم ابيكيشن كتير كده فانت غالبا ان جيلة بسي هي اللي هتكون محتاجها لو انت عايز تضمن ما فيش عندك ابيكيشن سيكون فيها مشاكل طيب اتمنى الفروقات دي تكون واضحة وبالتعليم لما نعمل انستول فاحنا هندونلود اللايف ايميج اللي هي الجيلة بسي دي تمام خلينا بقى نروح ونشتغل طبعا هقولك انا موضوع كيوي ميو دلوقتي بعد كده بس خلينا الاول نروح على ال هنا بقى هنبتدي نعمل انستوليشن فتكليك انستوليشن بقولك وكده حتى هتلاحظ ان المسل السيسم بتاعتها بتاعتها مثلا في الستوريج 600 ميجا في حين اللي نجيل بسي 700 ميجز يعني شو اضحنا الفرق بس ان المسل اصغر شوية ومور كونسيس عن الكلام ده طبعا هنا اتمنى الميديا ومش عارف ايه والدونلود اللايف ايميج وتأكد من التشيك سام هتسيبك ان تطير الكلام دوت مش مش قضية طبعا هنا ايه عايز ابتدى اااااااااااties الent liber studio هي يبولكي ال тоhower هنا إدى ال base image بس كان الكلام ده سريعا support كل الكلام ده مlvaniaزميش يعني لا يعني انت اقراءة ال prepare installation تreyves needs panel حتيت ال therefore أنا طبعا قرية حطت اليو اس بي لان الحقيقة دي تاني مرة ريكورد الفيديو ده حصل مشكلة في الريكوردج لأولاني فاليو اس بي أنا كنت مسكه أصلا بإيدي في الريكوردج لأولاني بس حطيته قرية في الكيس من وراء الكوناد اللي أنا هبا محتاجه هو ده طبعا محتاج انت طائرة الكلام دوت يعني لو عايز تبص الماضي سنة هعمل الموضوع بشكل سريع الاس بيالكي ده هيلست البلاك ديفايس الموجودة عندي في السيستم طبعا أنا عندي اليو اس بي أردي موجود زي ما تقول لك هو أردي اتاتشت لو أنا مكنش موجود في الكيس الجزء اللي أنا عمله هايلات دوت مكنش هيوبة ظاهر بمجرد ما تحط اليو اس بي هيطلع عندك الجزء ده طيب فالمطلوب مني دلوتي هنا انا اكابي الاسو على الديفايز ده طبعا الكماند اللي هستخدموه dd هنت هتقول dd if equal الديفايس بتاعك اللي هو void سوري اللي هو الامج بتاعك الof طبعا if اللي هو input file of اللي هو output file وتحطه الـ slash dev slash sdb sdb اللي هو ده طبعا هنا هنا شوية فيه options يأخذها لك اللي هو مثلا block sign ذكره ما يلزنينش كامده ممكن تتغضع عنه عايز تحطه اللي تأخذ بلك منه يعني يخليك حاذر جدا 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 والتي تعمل مع كمان dd لأنه هو يعني أحد مسمياته اس كيف وأنه هو disk destroyer اياني مش forgiving لو خطيت مثلا هنا A مثلا sda وعملت enter دلوقتى انشيله بس عشان dancing استطاع ان لا تمام مصيبة لان احطت sda وعملت enter راحي الhome directory بتاعي توخلي بالك بنت حاذر جدا وانا بدي تخ numero type dd لان عملتها قبل كده اكتر م مرة اه خلي بالك منه انت بتشغل عليه وتقع انت شغل على Garage طبعا هتلاحظنا نزي ما تلك حاطط في النهاية اللي هو الـ OF أو الـ output device slash div slash sdb مش sdb1 ولا sdb2 ما بتحطش الـ partition سريعا كده sdb1 تحت الـ slash div slash sdb1 ده بيشير للـ disk كله ففي الحالة دي مثلا ده الـ USB الـ number one و number two دول الـ partitions اللي قوة الـ disk لما بتـ burn ISO image أو بتـ copy ISO image على الـ USB فانت بتحط الـ device كله اللي هو الـ sdb هو بقى بعد كده بـ partition وبيحط الـ file system على حسب إيه الـ instructions اللي موجودة في الـ ISO image تمام؟ فخلص الموضوع زي ما تلك بترنى الـ command بالشكل ده وطبعا فيه هنا option ثانية بقى لو عندك cd وكلام طبعا انت ممكن تكون شغال في Windows الـ Windows في utilities يعني انت مثلا واحد عندك Windows System وعايز تجرب Linux فانت محتاج تعمل الكلام ده على Windows Machine أو يعني لو هي المتاحة اللي عندك فانا فيه software كتير موجودة في الـ Windows بتقدر تـ burn ISO image على USB بتقدر تستخدم أي واحدة منه انا مش هعمل الكلام ده لانا مش هستخدم الـ USB في الـ installation لانا مش هنزل Linux على يعني مش هنزل void Linux على الماشين اللي عندي هنا عشان أولا الحاجة هي عندي ثانيا انا عايز اعمل انا عندي قبعا مش ناوي بتاعي مرة تاني الحاجة تاني انا عايز اريكورد الكلام ده فانا هستخدم virtual machine وهنا بقى ده بسبب ده بسبب ده 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 هنا انا بـ build image يعني already image logo divided ده ده يعني اطبط ده ده فيها الـ image اللي اما هعتambال ده هيدي pek وبعد كده هقوم من هنا بس انا عايز بس اريفيو كده ان انا ممكن اعمل للكلام ده. اه ادي ال اوكي. هنا انا بقوم من الايسو اللي هي هنا دي على الامج اللي انا عملت لها كرياشن فو ازا ما تلك مش مشكلة كم ده مديله 2 جيجا ميموري و 4 سيبيوز اه اعايز بس اشيل ده حول طبعا مش ده افضل اوبشن هنا لكن على شان الريزوليوشن يكون الحاد ما اصغر شوية عشان تبان فانح ستخدم الستاندرد يعني ده بس عشان في الحالة اللي انا فيه سيبك من كيوية موضوع موضوع طويل الفيديو ده مش مش عن انت بالنسبالك هتبرن الكلام ده بالدي دي كوماند او من الويندوز على يو اس بي تبوت من اليو اس بي وعول ما تبوت من اليو اس بي هيحصل عندك بالزبط اللي هيحصل عندي هنا ولما تبوت من اليو اس بي خلينا نودي الكلام ده فين خلينا نودي ده فيه ثري اوكي تمام اعملت اليو اس بي اه بوت من اليو اس بي وطلع عند الكلام ده فتبتدي تعمل بتاع 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 فوي هنا بدا وقت جيد ان احنا نرجع لي اللي اوكي البرتشننج نوت هنتكلم عن الجوز اي ده بالتفصيل بعد شوية خلاص بس خليك خليك خليه فيدناك في عندك حاجة اسمها بايس وفي حاجة عندك اسمها تاني زي ما انت لك انا لو انا بعمل الانستوليشن فانا الكلام ده هعمد عليه بشكل سريع لكن انا عايز افهمك لان المفاهيم ده مهمة جدا حتى موضوع البيوس واليو اي فاي انت بحتاج تعرفه عن الكمبيوتر بشكل عام بصرف النظر عن الوبراتينج سيستم يعنو بيتطبق على ده 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 الموجود على البيوس بزعك هنتكلم عنه بعد شوية المهم فانا هبتدي الانستوليشن تلاحظ ان هو سيبك من الكلام ده ده دلوقتي هنتكلم عن حاجة لها علاقة بالكلام ده بعدين المهم طبعا اللي حصل قدامي ده مش موجود في الروت افاس لو تفتاكر التاربو عشان كده احنا مش شغل من اللايف موضوع البوتلودر وانه هو ييكستراكت الكرنل لان ما فيش كرنل حتى في الروت افاس المهم ما علينا النص التاني طبعا معلش احنا وضعينا هيبقى صعب شوية لحد ما عندنا جرافيك انترفيس عشان قدر استخدام الماوس وابوينت وكلام ده فانت محتاج ايه يعني تركز معي في الجزء ده لانه المفعله من فيه بريميتف شوية طبعا هنا بقولك ولكم توفويد لانيكس اتسترا تسترا عشان تلوجين فانت هتلوجين عندك طريقتين لللوجين انامس او روت طبعا احنا هنستخدم الروت عشان ده اللي هنبعيزينه في الانستوليشن علشان بعجونا هتلوجين فاعنا هنلوجين سوىcin من روت سوى linguistic WILL Nicholas Glenix ستكون روت ويكون el password ستكون void��을 وخرجنا ده سوف نعمل ده root وهي ال유زر نيم وهادي void Linux ده سيكون الماشار وانا عندي هنا الuros gel طبعا بعد كده to start the installation please type void installer ده اللي هي start the wizard بتاع الinstallation كما تلك الinstallation سهل جدا مع بعضا ناكس 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 وخلاص بس انا في حاجة عايز اعرفها دلوقتي عن ال Operating System قبل ما اعمل كلامنا وهو ال Firmware طبعا السؤال ده في سؤال هيتسئليني هيتسئله لي بعد شوية او هاتطر اخطار حاجة بعد كده ده مثلا لازم اعرفها من البداية قبل ما ابتدي ال Installation وهو نوع Firmware اللي في ال Motherboard هنا بقى نقف شوية ونتكلم عن الجزء له زمان الحاجات القديمة والكمبيوترز القديمة ال Firmware اللي هو بيكون Burned على ال ROM في ال Motherboard ده كان اسمه BIOS ده Basic Input Output System أو حاجة زي كده ده كان زمان خلال 10-15 سنة اللي فاتوا ابتدى يظهر حاجة تانية اسمها UEFI اصلا اللي بدأها كان Intel مايكروسوفت التالي تبوش الموضوع ده خلال 10-15 سنة اللي فاتوا التالي اصبح تقريبا ستاندرد فكل الماشين الجديدة الديسكتوب العادية اللي حنا بنشرية خلال 10-15 سنة غالبا هتكون UEFI علشان كده انا وقفت قبل ما ال Installation واتشغلت في الجزئية دي علشان اقولك ازاي تعرف اذا كانت الماشين اللي عندك UEFI ولا مش UEFI لو انا جيت على السيستم بتاعي ده ده انا مش في ال Installation ده ده الماشين بتاعتي حاليا وعملت ls.sysfirmware لو لقيت فيها اي حاجة بتشير UEFI او UEFI معنى كده ان ال Firmware بتاعي اللي في المادر بورد UEFI طبعا الناس اللي زي ما تقولك القديمة اللي كده بتعمل مع ال BIOS ممكن تتصغر من حاجة كده لان معنى كده ان فيه انترفيس اللي ان ال Operating System Aware بال Firmware اللي موجودة على البودر بورد ودي احد الحاجات اللي بكرها في UEFI ده صحيح زمان ما كانش فيه الكلام ده زمان كان ال Firmware بيقوم بتدور على الدفايس اللي بيبوت منه ويقوله استلم اول ما يلاقي يبوته بالدفايس مثلما يقوله اتفضل ويعيش هنا لا هنا فيه تايت انترفيس بين ال Component بتاعت ال UEFI اللي موجودة فيه ال Firmware وبين ال Operating System ودي احد الحاجات اللي ما بيحبهاش في موضوع UEFI ده غير طبعا ان مايكروسوفت كتحاولت تعمل حركة كده من كام سنه بسبب موضوع Secure Boot بحيس انها يعني تخلي ال Installation بتاع اي حاجة غير ال Windows Difficult مامشيش للموضوع ده بس متأكد ان مايكروسوفت لسه حطت الفكرة دي في التماغ بس عموما انت الحياة مش كده بس انت ممكن كمان حتى UEFI من كماند اللي UEFI تبويتمانجه انت يمكنك ان تحضر UEFI كFirmware على الموضوع او ممكن تحضر او تأكسس الكلام ده من تولز موجودة عندك في ال Operating System وجيت نظري بس عموما في ال Host اللي عندي هنا واضح ان انا عندي UEFI او UEFI وبالتالي فانا لازم اتتبع او اعمل ال Instructions الموجودة هنا اللي هكلم عنها بعد شوية لو انا جيت هنا وعملت نفس الموضوع ده Sys slash firmware ستلاحظ ان عندك ومفيش UEFI لماذا؟ رغم ان انا ال Virtual Machine اعمل عليها اصلا ايما من host في UEFI هنا مفيش UEFI وبالتالي فهو شغل BIOS لماذا؟ لان اللي بتحكم في ال Firmware في حالة ال Virtual Machine عندي هو ال Emulator الهو QEMU بيادم BIOS ممكن تخلي QEMU يشتغل على UEFI بس محتاج تدونلود باكيج وتبعس الفايل كبرامتر لل QEMU وانت بتستارت ال Image وبالتالي فتقول لل بتاعك ان انت شغال في UEFI انا شخصيا لو انا اقدر افويد UEFI فانا افويد UEFI مش محتاجه حاليا في الحالة كده فانا يعني مش اعقد نفسي فاحنا هنا شغالين BIOS بس حبيت بس لازم تبعارف ان انت غالبا وانت بتشتغل على السيستم بتاعك لما تعمل ال LS في احتمال كبير يكون UEFI وبالتالي فانت محتاج تتتبع الموجودة في الجزء ده طيب ده بخصوص ال BIOS vs UEFI في حاجتين كمان ساملت لك BIOS قديم UEFI جديد في حاجتين تانية لازم تبعارفهم هما ال MBR vs GPT MBR اللي هو ال Master Boot Record GPT اللي هو ال GUID أو ال GUID Partition Table ده ال Partition Table اللي فيه Layout بتاع و ال Partitions بتاع ال Hard Disk وبيكون written في ال First Sector أو ال First Few Sectors على حسب من ال Hard Disk أو ال Block Device اللي انت بتعمل عليه ال Installation MBR قديم GPT جديد مش الفرق بينهم طبعاً فيه فروق كتير بينهم بس الفرق الرئيسي بينهم هو أن MBR limited في ال Disk Space هو ال Disk Size اللي يقدر يتعامل معاً GP يعني المت كان 2TB ال GPT تقريباً ما عنوش لماته ذاتا بايت حاجة كده حاجة ضخمة كده وبالتالي ف ال GPT هو أفضل لان طبعاً 2TB ده عادي دلوقتي انتوا بعندك 2TB وبالتالي دايماً استخدم GPT برغم MBR قديم بس التطور بتاعه طبيعي GPT حاجة كويسة بايوس يقدر يتعامل مع ال MBR ويقدر يتعامل مع ال GPT UEFI ما بيتعاملش غير مع ال GPT فقط وبالتالي فحالتنا احنا فحالتك انت غالباً السيستم بتاعك لو جديد شوية بجديد أقصد خلال 10-15 سنة اللي فاتوا غالباً هيكون UEFI فانت محتاجة تتعامل مع ال UEFI ويتتعامل مع ال GPT انا حالياً هستخدم ال BIOS لكن مش هحط MBR ولو اني يقدر لكن هحط ال GPT حبيت اوضح النقطة دي من البداية طيب بما ان احنا عملنا الكلام ده نبتدي بقى نقدر نستارت ال Installer بما ان الكلام ده واضح عندنا سنقول Void Installer يطلع عندنا ويزر زي ما قلت موضوع ال Institution في غاية سهولة هنقوله أوكي أول حاجة يسعنا هنا الكيبورد هنقوله أوكي هنختار English English أو US أه خلينا ن أعتقد خلينا زي تحت خالص أه US هنختار US تقريباً كان هناك واحدة English أو E EN لا خلينا نختار US أوكي الكيبورد لنختارها US ال Network هو هنا Detected Network Device طبعاً النتورك في الحالة بتاعتك أنا طبعاً عندي هناك كيبل يعني أنا وير بإثرنات وهو أخذ ال Network من ال Host فأنا عندي Network DHCP إديه عشان ياخد ال Dynamic IP Network is working properly أنا connected على الإنترنت فمفيش مشاكل Source عايز تإنستول منين؟ عايز تإنستول من ال Local من ال ISO اللي أنا عملت لها كوبية على ال USB ولا عايز تإنستول من الإنترنت أنا عايز أإنستول من ال Local وبعد كده أنا هأفجريد وده ده 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 الأفضل أفضل option بالنسبة لك ما استخدمش Network Mirror ال Option ده جديد زمان في ال Void لحد آخر ISO كانت تقريباً السنة اللي فاتت في 10 أو 11 في أكتوبر أو نوبمبر ما كانش فيه موضوع ال Mirror ده باختصار شديد جداً أنا حتى مش عمل حاجة فيه خليني أحط أورهولك سريعاً أقول لك Mirror أن أنت بحيث أنك من غير ال Option ده فكان فيه Mirror واحدة هو بيدونلود منها الحاجات اللي هو محتاجة يعمل لها دونلود هنا بيديك ال Option أنت تغير ال Mirror بحيث أنك لو عايش مثلاً في مصر مثلاً فأنت تختار حاجة قريبة من من مصر لو أنت عايش مثلاً في مكان في أسيا فأنت تختار ريفو قريب من أسيا لو أنت عايش في يوروب أو في اليو اس وهكذا فأنت هنا تقول له أوكي وتختار المكان اللي هو قريب منك أه مش فارقة معي يعني كده كده زي ما تقول لك لو أنت عندك فأنت مش محتاج يعني الموضوع ده مش هيفرق معاك قوي لو أنت عندك فيها مشكلة فأنت ممكن تختار تختار اللي أنت عايش أنا هقول له No Back مش عايز أعمل حاجة في موضوع Mirror ده زي ما تقول لك أنت ممكن تختار اللي أنت عايش منه أدي له أسميه أسميه Orange أي حاجة اللوكال عشان اللي أنت موجودة عندك فأنا هقول له English U.S. U.T.F. 8 English United States أه U.T.F. 8 حسنا Time zone على حسب أنت عايش فين مثلا في أفريكا فين في أفريكا فين في أفريكا مش عايز تونس مثلا تونس على حسب البلد التي عايش فيها Root Password Root 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 طبعا أضع Password أفضل من كده User Account ده المين User Account اللي هو هتستخدم به Operating System بشكل عام ولما هتحتاج Root هتعمل تعمل pseudo وتستخدم pseudo فده المين أكاونت هتستخدم وأنا سأسلمي أحمد Login أحمد Password أحمد Password أحمد ده Groups اللي هو فيها عمل اللي انت عايزوا في Groups بس تسيبوا في الويل لو انت عايزوا يبقى By Default يقدر يسودو command لان هو السودو By Default سوف تستخدمها يعني تستخدم سودو command من أي يوزر جزء من الويل Groups طبعا floppy ما عنديش floppy ما عنديش floppy ما عنديش ما عنديش طبعا انت محتاج ويفضل في الاوديو الفيديو لو انت عايز يبقى عنده القدرة اليوزر ده ان هو يستارت الاوديو هسيب الحاجات دي يعني سيب الـ Groups دي لو انت ايه لو انت مش عايز تعد فيها اللي يهمك فيها قوي هي موضوع الويل سوري الويل و اوكي خلصنا اليوزر اكاونت الـ Bootloader انا عايز عايز بوتلودر فانا طبعا الـ Bootloader بينزل في slash dev slash sda ده طبعا بالنسبة الـ Operating System اللي هو في الـ Virtual اللي هنا فانا اقول له اوكي عايز Graphical ماشي CD Graphical ماشي Graphical ماشي Graphical فيها اختيارين وخلصة موضوع ده اللي هينزل الـ Grab نيجي بقى الجزء الاهم واللي محتاج تركز فيه في الجزء ده وهو Partition والـ Files اللي هو هتقسم الدسك ازاي طبعا هتقول له اوكي هو هنا لديسك واحد لان انا لما عملت الـ Image حطت فيها دسك واحد مش قضية طبعا انت ممكن ببعندك اكتر من Hard Disk في الحالة دي محتاج تبقى عارف انت هتنزل ايه فين عموما انا عندي هنا دسك واحد بالنسبة لي بصراحة هو هنا بقول F-Disk more advanced C-F-Disk is easy to use انا بالنسبة لي بصراحة F-Disk اسحل من C-Disk بس C-Disk بيديك visualization كويس فهو مناسب لنا هنا في الفيديو ده الماسيج اللي قدامك دي هي بالضبط نفس التفاصيل و Little bit more technical فيها شوية حاجة غير هي بالضبط التفاصيل اللي قدامك هنا دي اللي هي ال difference بين ال BIOS و ال UEFI فهو بقولك تعمل ايه فين تمام فانت ممكن تقرأ كلام ده من هنا او انا عشان الدنيا الحد ما افضل شوية هنا فممكن نقرأها من هنا بس زي ما قلت لك ممكن تقرأها من هناك انا هنزل BIOS ومع GPT فهو لو انا هنزل BIOS بMBR فانا مش محتاج عمل حاجة خالص لكن لو هنزله مع GPT فانا محتاج بس اكريات Partition يكون في بداية الهارد ديسك size بتاعه 1 ميجا بايت و ال type بتاعه يكون BIOS BOOT او BOOT BIOS تمام خلاص وده اللي انا عايز اعمال قدمت لك الكلام ده كان مكتوب هنا فانت كنت ممكن تقرأ الكلام ده بتفصيل لو عايز وانا هقول له اوكي طبعا هنا بديك اختيار بتاع ال Partition Table لو انا عايز MBR فانا هيسيبه كما هو DOS لو انا عايز GPT وده اللي انا عايزه فانا هاختار ده ده الدسك بتاعي فهو انا عندي دسك 1 10 10 جيجا ده السايز ده اللي تقول لما عملت كريات الامج طبعا عندك كلمة انا هيبه اكبر من كده طبعا لو انت عندك هارد دسك Free كله فاضي وده ال actions تحت هنا طبعا معلش اصبر معايا لغا حد ما يبه عندنا جوي ان شاء الله في الفيديو اللي جاي بس مش هقدر appoint بماوس هنا بس فوق هو بالاتريبيوتس بتاعته وتحت جزء اللي تحت هي ال action اللي ممكن اخدها على كل بالاتريبيوتس بتاعته أو على كل من دون طبعا اول حاجة عايز اعملها new واول اللي عايز اعمله اللي هو اللي احنا اكلمنا عنه دوت اللي هو هيكون VGPT table فانا هقول له 1M اللي هو 1 ميجابايت هتلاحظ ان انا عندي فوق بقى عندي فيه حاكتين الاولاني اللي هو اللي اعملت له creation slash div slash sda باي ديفولت لما بتكريات نيو بتوال ديت او بأي تول بتعمل الف ديسك الدفولت بتاعه هو linux file system انا مش عايزة انا عايزة تغيري الطيب بتاعه فتحت في ال option في عندي حاجة اسمها type هدور على حاجة لها علاقة بال bios boot فوقه هتلاحظ ان الطيب بتاعه فوق على اليمين الطيب بقى bios boot وهو size بتاعه 1 ميجابايت ده اللي انا عايزه علشان لل GPT بقيد بقى اللي تحت طبعا لو انت شغال في UEFI فانت محتاج تكريات واحد تاني على الاقل اللي حجمه 200MP لـ 1GB يعني اغيرا عدا تنبديله 1GB خلاص وبتعمله mount في ال slash boot slash EFI ده لو انت شغال EFI خلي بالك من الجوزء ده والفايل system type بتاعه بيكون VFAT انا ما عنديش دوت فانا مش هعمله طيب هنا بقى نبتدي ننزل بقية الحاجات اللي عندنا انا اللي بعمله اوكي لو انا عندي ده غالبا ده السيستم بتاعي خلينا حتى تغريه كده دلوقتي LSBLK هتلاحظ طبعا نسيبك من ال USB انا عندي 2 hard disks واحد نازل عليه slash home ده SATA drive وعندي NVMe ده نازل عليه ال operating system بصرف النازل عن نوع ال hard disks اللي عندك لو انت عندك 2 hard disks وده افضله في اي operating system تشغيل عليه خصوصا لينكس حط ال operating system في hard disk وحط ال home directory في hard disk بحيث انك تفصل ال data اللي عندك عن ال operating system بيخليه اسهل في ال backup اسهل في restore واسهل كمان لو انت تريق install على نفس ال machine اسهل في ال encryption اسهل في حاجات كثيرة يعني يفضل تعمل حاجة زي كده هي دي الحاجة الوحيدة اللي بعملها بافصل ال home ما بعملنش اي حاجات غير كده طبعا بكريات ال swap زي ما هنشوف بعد كده طيب اول حاجة عندي انت محتاجة كريات swap ده 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 مست ال swap طبعا يعني يفضل size بتاعه يكون double memory لحد تقريبا 4 GB بعد كده خلاص ممكن تعمل نفس size بتاع الميموري انا صعي انا ديته 2 GB انا مش بحتاج ال swap انا كده كده اسكر منه لدامه فانا هتدي له 2 GB لل swap تمام اه وغلو كي طبعا هتلاحظ تاني عمل لي creation فايل سيسم ال highlight حاليا دلوقتي 2 GB والفايل سيسم بتاعه او نوعه linux fs انا عايز اغيري type بتاعه علشان اخليه linux swap تحت هنزل هنزل تحت وكريات بعد كده هاخد بقية ال protection كله ويتيب بتاعه في الحالة دي هيكون linux file system ولان هو ده فعلا انا عايزه linux file system ده اللي هنزل علي ال operating system ده اللي هيبقى rootfs ده اللي هو ال slash وخلص الموضوع لكده اي بعد كده اي بعد كده لو انت خلاص كله تمام تقول له yes هنا طبعا تقول له write وهنا هيطلب منك انك تكتب كلمة yes لانك وانس انك عملت enter بعد ده you will destroy hard disk خلص الكلام اللي موجود في hard disk فتجنيني تبي careful مع ال step دي yes خلاص حصل write تيجي تحت وتقول له quit خلص ال partitioning ثاني نقطة تقول له file system الحقيقة الحقيقة اللي انا عايز اعمل فيها file system الحقيقة هو ال slash ده ال device الاولاني اللي هو one mb مش محتاج احط اعمله اي mount point ومش محتاج احط عليه اي file system ال bootloader هيعمل الكلام ده الواحده طبعا اوكي ممكن تخش وتشوف ايه اللي فيه بس مش قضية مش عايز انا اعمل حاجه ده 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 الوقت التاني اللي هو 2gb ده ال swap حسنا فورمات البرمته ده هنا هيكون linux swap وياخده مثلا كبيرت البرمته ده وتحت خلص بعد كده بقى محتاجين اللي هيكون أم مكانا' ااكي اه اه اكي ايكستي 4 ده الاخير بقى ده اللي هو ال agb ده الهايه ينزل حاملله mount على ال slash ولم طبعا عندي device تاني موجود على slash home فأنا هيقوم بكل موانت بوينت بتاعته هتكون سلاش هو هتقول له يس خلصت خلص الموضوع زي ما قلت لك الوزر ده كان سهل يعني لو انا زي ما قلت لك بعمل انستوليشن من غير كومنت الكلام ده كان هيقوم معي بلا مبالغة دقتين لأربعة دقيق وخلص الموضوع هتقول له انستول هيقول لك اللي هيحصل مجرد مجرد يس ويعيش حياته ويشتغل تمام؟ أول حاجة أنا عايزك تبص على البروغرس اللي قدامك ده أول حاجة هتلاحظها انه هو بيكوبي الروتفس زي ما قلت لك نرجع تاني للجزء اللي كان في الدولود هنا الروتفس موجود في live image بس الروتفس زي ما قلت لك هو مفهوش الكرنل مفهوش الباكيج مفهوش الوزرد بتاع الانستولر ومفهوش حتى الكرنل فاللايف اميج في الروتفس وفي بقية الحاجات دي كلها فأول خطوة هنا بيعملها هو بيكوبي الروتفس اللي موجود في الروتفس على الديسك اللي انا بعمل عليه الانستوليشن طبع الخطوة دي انا كنت ممكن اعملها كنت هتطر اعملها مانيوان لو انا كنت بقى انستغل من الروتفس من سيستم تاني ايه قرار بيخلص 100% تاني حاجة عملها الانترامفس وعايزك تركز في الموضوع ده جدا لانا هتكلم عنه بعد شوية هو هنا بيبيلد نسخة خاصة كده من الكرنل فيها الفايل سيستم بتاعك او جزء من الفايل سيستم جزء اللي هو الروتفس اللي هو الستركش بتاع الفايل سيستم بتاعك مع بعض التفاصيل اللي مش موجودة في الكرنل تاني طبعا هو Apply Installer Settings خلص الانستوليش انت تخلص الانستوليش بس خليني نخلص الحتة دي اللي هي بتاع الانترامفس هتلاحظ انه هنا بنى الانترامفس لكن ما كانش بيبني الكرنل رعزك تركز في النقطة دي اثناء الانستوليشن هو بنى الانترامفس هتكلم يعني ايه الانترامفس بعد شوية ما بناش الكرنل الانترامفس في الروتفايل سيستم وبعض الـconfiguration الخاصة بالـSystem دعي النقطة دي في دماغك هرجع لها بعد شوية زي ما قلت لك خلص الـinstallation الـ reboot ولا لا دعينا الـ reboot خلص الـ installation هيبتدي الـ reboot وأول ما يـ reboot دي ده الـ bootloader بتاعك هنا بقى محتاجين نتكلم شوية في نقطة مهمة لما الـ system بتاعك بيبوت الـ firmware سواء كنبيوس أو UEFI بيـ boot بيـ start بيدور على الـ bootable device بيقرى الـ partitioning table سواء MBR أو GPT ويبتدي هنا مثلا في الحالتنا لقى grip فهو load the grip ده الـ bootloader من الـ hard disk النقطة المهمة هنا بقى هو إيه اللي بيحصل بمجرد ما أنا أدوس انتر النقطة دي محتاجة تركز فيها شوية لو أنت عايز تبع عندك خلفية إيه اللي بيحصل في الـ system بتاع الـ linux أثناء الـ boot لو أنت بتذكر الـ certificate في الـ linux الكلام ده مفروض تبعارفه لو أنت عايز تبع عندك المعارفة الكافية أنك تـ trial shoot linux على الـ low level شوية فأنت برضو محتاجة تبع عارف الأساسية دي الـ grip هو booted من slash boot تمام؟ أنا هعمل E دلوقتي ولو ألاحظ أن أنا فتح لي file الحقيقة الـ file ده موجود في الـ slash boot في الـ hard disk وفيه شوية instructions في حاجتين عايدة تبعوص عليها أول حاجة الـ linux الـ kernel ستجده موجود تحت الـ slash boot slash vm-linux والـ version وشوية options و arguments بيباسي الكلام vm-linux هذا الـ kernel الـ z عشان يقولك أنه compressed فأنت بعدما طلعت هنا عملت enter فالـ kernel يتعمل له load في الممري وبعد ذلك يبدأ الـ decompress يتفرد في الممري وهذا الجزء الـ kernel land أو الـ kernel space وهذا أول موض هناك تحت هنا شيء اسمها initramfs ولو تفتكر هذا initramfs كان يعمل له build أثناء الـ install لماذا؟ في بعض السيناريو يكون هناك معلومات عن الـ disk الـ kernel لا يعرفه الـ kernel طيب لو الـ kernel الذي هو هذا تعمل له load في الممري الخطوة بعد ذلك أنه المفروض يبدأ يقرأ information أو يبدأ يكمل الـ boot من الـ disk لكن لو الـ kernel الـ distro لا يوجد أي customization معمولة خاصة بالـ configuration في السيستم الـ initramfs هو هذا أفضل مثال يوضح لك أهمية الـ disk encryption لو أنت عمل encrypted installation الـ root نفسه الـ slash وكل تحته encrypted لكي تبدأ الـ operating system يجب أن تدخل وعشان تعمله decryption لازم يكون عندك الـ key الذي يعمل decryption الـ kernel الذي تجلبه من void Linux لا يوجد الـ key هذا الـ key هذا الـ key الـ key يكون في الـ intramfs ويجب أن تجعل الـ intramfs أو تجعل الـ intramfs أو تجعل الـ intramfs بحيث أنه يكون في كل التفاصيل اللي هو محتاجها علشان يقرأ الـ disk وبالتالي يساعد الـ kernel , في أنه يكمل من الآخر الـ intramfs هو في الـ initial file system loaded في الميموري فيها كل الـ information اللي الـ kernel محتاجها لكن مش عنده فمن ضمنها زيما تلك الـ keys ويجب أن تبص عليها حتى نرجع الـ documentation سريعا في الـ advanced case اه مثلا الـ full disk encryption هتلاحظ هنا حتى فيه step initram اه ثم الـ key فايل للـ intramfs وبعد ذلك يجب أن تجعل الـ intramfs وتستخدم وكلام ذلك طبعا مش هخش في تفاصيل بس على الأقل حبيث توضح لك مش بس موضوع الإنكريبشن ده كان واحد من الحاجات مثلا لو الـ kernel محتاج يقرأ الفايل سيستم والفايل سيستم من نوع مش موجود في الـ kernel مثل ZFS مثلا ZFS الـ kernel يقرأ ك- kernel module بينضاف أثناء البوت وبالتالي الـ kernel ما يقدرش يقرأ ZFS قبل الـ module بتاع ZFS ما يتعمل للـ load في الـ kernel بس الـ module ده موجود في الـ disk وبالتالي فهو الـ kernel عشان يقرأ الفايل سيستم فهو محتاج ZFS module وفي نفس الوقت ZFS module موجود في الـ disk فهو مش عارف ايقر الـ disk عشان يجيب ZFS module وبالتالي ده وظيفة ده ده الـ use cases اللي بتكون لـ و اعتقد حتى ZFS وعليه لانه كان موجود من اعتقد كان معمول من Sun وبعد كده طبعا جزء من Oracle وفي لا ربي مش فاكد Sun هو عموما موجود في BSD مشكلة في الليسس مش فاكد بظبط ايقصة الليسس بتاعته بس أورك الله هدخل في موضوع ZFS ده لكن هوا ما فهوش مشكلة في BSD وموجود كجزء من الـ kernel مش موجود كموديول المهم فده مثال تاني حاطة لو عملت search init ramfs دايما هتلاقي init ramfs بالذات بتحتاجها لما يكون في حاجة لها علاقة بالـ disk والـ file system الـ kernel مايعرفهاش والـ kernel هيكون محتاجها علشان يبتدي يكمل في الـ file system لما تعمل الـ kernel الـ kernel init ram والـ ramdisk او init ramfs يبتدي يكون موجود برضو كل كلمة بتعملوا load في الميموري يعملوا شئر حاجات وبعد كده أول ما يخلصوا أول حاجة هيعملها لو بصيت فوق هتلاقي عندها حاجة اسمها run it أول حاجة خاصة في الـ boot وانس ان الـ kernel اللي تعملوا في الميموري هو run it ده المقابل للـ system هذا القصة تستخدم هذا الـ int system فالـ run it يبتدي يعمل ويبتدي يقوم شوية services طبعا حاليا أنا ما عنديش services كتير لأن الـ system نعمل بـ base image لكن الـ int ram الـ run it يبتدي يعمل ويقوم من ضمن التي تعمل هي TTY فالـ TTY هي نفسها عبارة عن service اعتقد ان ده خلينا بس نلوجين الاول عشان يبقى عندين احساس ان احنا بقى عندين operating system كامل فادي احمد ويه احمد وكده نبتدي بقى نعمل اللي احنا عايزين انا هقف هنا لان انا متأكد ان الفيديو بقى طول بزيادة كان الحقيقة الخطة الاصلية ان انا اكمل في كام حاجة هنا بس انا هقف فيها وهكملها في الفيديو اللي جاي كمقدمة للكلام اللي هعمله علشان الـ DWM بس عموما ده الـ installation وده الـ boot في عندك الـ kernel بتعمل وكلمنا عن الـ init ramfs وبعد كده الـ run it وابقيت السيرفيس اللي بتستارت واخر او من ضل السيرفيس اللي انت بتبقى محتاجها هي الـ TTY وهي دي اللي بتعمل منها الـ login وبتستارت بقى بعد كده الـ prompt وبتكامل بقى شوالك منها حقف هنا ونكامل الفيديو بقى إن شاء الله سلام عليكم